لا يزال العجلة التجارية للجزائر متواصلا على الرغم من تراجعه بحدود النصف خلال السنة الأولى خلال السوداسية الأول من السنة الجارية بحسب ألقام المركز الوطن الأحصائية التابعة للجماركة ولم تشفع إجراءات ضبط التجارة الخارجية ومنع قائمة كبيرة من المنتجات للدخول للسوق الوطنية سوى في التقريص تكلفة أو حجم فاتورة الوطنية من الصادرات بشكل طفيف تقرير في السياق لكمال شفال لسنة الرابعة على التوالي يواصل الاقتصاد الوطني تسجيله لعجز في الميزان التجارية وذلك برغم من أن أرقام المركز الوطني للإحصائية التابعة للجماركة تؤكد بأن العجز تقلص بنحو 50% خلال الست أشهر الماضية استمرار تسجيل عجز في الميزانية العامة يؤكد وللمرة الألف أن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة المتعاقبة خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن سوى قرارات إدارية وبعيدة كل البعد عن إحداث أي تغيير اقتصادي فلا ضبط التجارة الخارجية بمنع أكثر من ألف منتوج من دخول السوق الوطنية ولا تخفض قيمة الدنار سهما في تعافي اقتصاد البلاد الذي لا يزال يعتمد بنسبة 98% على مداخل البترول أرقام الجماركو إن تحدثت عن تراجع قيمة الواردات بـ 489 مليون دولار أي بتقلص ثقل 2% لأن هذا الرقم يبقى بعيدا كليا عن الأهداف المسطرة والإجراءات المتخذة وعليه فإنما قامت به ثلاث حكومات متتالية لم يسهم سوى في تقليص تكلفة الواردات الوطنية بشكل طفيف حيث بلغت خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2018 أكثر من 22.78 مليار دولار وارتفعت بالمقابل الصادرات الوطنية لتصل إلى 19.82 مليار دولار بينما بلغت خلال نفس الفترة من سنة الماضية 17.61 مليار دولار وهو الرقم الذي يعادل ارتفاعا بقيمة 2.21 مليار دولار اشتركوا في القناة